السلام عليكم المتابعين على قناتنا قناة تحكي لك اليوم حكايتنا عن اضخم الحرائق اللي حصلت في التاريخ حريق الاول في ايطاليا حيث في 18 تموز عام 64 ميلادي حصل حريق ضخم في روما دمر ثلثي المدينة واستمرت النيران المشتعلة من 5 ايام الى 6 ايام متواصلة ودمر 10 احياء من اصل 14 حي واللي كان يحكم روما في هذا الوقت هو نيرون واللي لما علم بالحريق عاد الى روما لتنظيم المساعدات وقام بدفع الاموال من ميزانيته الخاصة وفتح قصوره للناجين وامر بتوفير الطعام ويقال انه نيرون هو من ارسل السكرة لاشعال النيران في المدينة حتى يتم تدمير المدينة في الكامل ويتجاوز مجلس الشيوخ لاعادة بناء المدينة كما هي في مخيلته وكمان يقال انه الحريق كان حدث لا علاقة لنيرون به الحريق الثاني اللي معنا هو حريق نيويورك العظيم حيث اندلع في 21 سبتمبر من عام 1776 في الجزء الغربي من جزيرة منهاتن حيث دمر من 400 الى 1000 مبنى واللي بيشكل من 10 الى 25 بالمية من حجم مدينة نيويورك وبعض الاجزاء اللي لم تحترق من الجزيرة كانت شبه محترقة لتأثرها بالحريق وافترض الكثير من الناس انه تعمد اشعال الحريق لاسباب مختلفة بينما اتهم القادة الثوار بالتظاهر في المدينة وافترض السكان ان احد الجانبين هو من اشعل الحريق الحريق الثالث اللي معنا هو حريق لندن الكبير اللي اشتاح المناطق الرئيسية في المدينة في 2 سبتمبر عام 1666 حيث هدمت النيران مدينة لندن القديمة اللي بنيت في القرون الوسطى واستمر الحريق لاربعة ايام وكاد ان يحرق قصر الملكة شارلز الثاني والتهمت النيران 13000 منزل و780 كنيسة وكاتدرائية القديس بولوس وببنى السلطات الرسمية حيث يقال ان خباز الملك لم يطفئ فرنه بشكل صحيح في وقت متأخر من الليل فاشعلت شرارات من الجمر الخشب الموجود في الجوار ومن ثم انتقل الى البيت ومن ثم انتقل الى المدينة واحترقت الحريق الرابع اللي معنا هو حريق موسكو الضخم اللي وقع في 14 سبتمبر من عام 1814 في عاصمة الامبراطورية وهو نفس وقت استسلام القوات الروسية مع المدنيين بالتزامن مع تقدم قوات نابليون الفرنسية بعد معاركة بوردينو وظل الحريق مشتعل اربعة ايام والتهم ثلاثة ارباع موسكو ودمرت حوالي 11000 منزل و8000 محل ومستودع واخيرا الحريق الخامس اللي معنا حصل في 26 نير من عام 1952 لما اشتعل حريق في القاهرة عاصمة مصر حيث التهمت النيران اكثر من 700 محل وفندق ومكتب وسينما بينها اشهر واكبر المحلات التجارية حيث ادت الى مقتل 26 شخص واصابت اكثر من 552 وتشريد الالاف من العاملين وقد اجمعت مصادر رسمي وشهود عيان انو الحادث كان مدبر والمجموعات اللي نفذت هذا الحريق كانت على مستوى عالي من التدريب والخبرة وهي كانت حلقتنا عن اضخم الحرائق في التاريخ اذا بتعرفوا حرائق اخرى اكتبونا بالتعليقات اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك واشتراك وتابعوا حلقاتنا السابقة وانتظروا حلقاتنا القادمة الى اللقاء في كل خميس